شفت انت كيادة؟ لا خالص ولا شوية؟ لا لا خالص ولا غيارة؟ لا ولا بتخططي؟ لا خطط لا خالص 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 لا سايبها كده؟ سايبها كده أفهم كده أنك انت قدرية؟ طبعا قدرية لأن ما أخططت لو حاجة مش هتجيلك مش هتجيلك أما تعمل إيه؟ بتصريف قدي على جمالك وانت جيل كامل تفتح على جمالك وحبك بصرف ردة نفسي آه الله ردة النفس هو ده اللي ما تخليك معتفز بجمالك؟ أعتقد كده الواحد يبقى متصلح مع نفسه ويبقى حاسس أن كل مرحلة هو شكله ممكن يبقى حلو بالشكل ده حلو بالشكل ده حلو بالشكل ده كيش علاقة أبدا بالطب التجميل؟ لا أكيد لاي علاقة يعني لاي يبقى فيه حقا دلاتش بوتوكس في حاجات كده بتتزبط شوية حاجات كده لكن ما نحيلك هي هي وهناك إيه هي وفيش أي حاجة من حاجات التفاصيل دي قلص يعني أنا أوريلك شاكلي وأنا كده هو نفس الشاكلي سوف لي جمال ميرفت أمين جمال صامت مش هوانمي متطور يعني ألاقيه في كل عصر يعني هذا الجمال ممكن ألاقيه على طول مش جمال موسمي جمال هلو المعنى ده مش جمال موسمي جمال دائم متواجد وربنا ده ميرفت حاجة خاصة جدا يمكن ما بتحصلش غير مع موصلين قليلين قوي وهي إن كل ما العمر بيزيد بيها بتزداد جمال يعني أنا بحب شكل ميرفت دلوقتي أنا عشرين سنة ما فاتت مدامة دي حيسري عندها الموهبة دي في الناس السن بيديهم جمال أكثر أول زواك في حياتك كان إيمتك كان إيمتك عندك كم سنة شعيز أفتكره شعيز أفتكره وانا تتكره خلي المفاتيح دي مقفولة خلي المفاتيح دي مقفولة وانا هقفلها طيب استفدت إيه من تجربة الزواج في حياتك؟ يعني كمعنى عام مش مهم من نفتح المفاتيح دي هي طبعا أحسن أحسن حاجة كانت من في حياتك كلها أعني أعظم ما كان من تجربة الزواج هو منها تتكر ليه الزواج بيبقى فيه طلاق مبكر بالنسبة فيزيجات الفنانين لا ما عرفش يمكن يمكن الفنان بيبقى مثلا ما عرفش ظروف الجوازة إيه أصلي كمان يعني يمكن بتبقى في فترات تصوير أو في فترات حاجة ما عنديش فكرة لا يعني أصدى أقول الزواج الناجح ده عبارة عن إيه يعني يعني ما أقول فلان زيجة ناجحة معناها إيه معناها صبر كتير قوي من الطرفين لماذا الطلاق في الزيجات الفنية كثير؟ لأن أنا بنفرح بالحكاية في الأول أولا هي مش كثير إذا إسناها بأي نمط تاني هنلاقيه متقارب بس للأسف هو بيبقى تحت تحت الاسبوت شوية يعني معروف مين تجاوز مين ومين طلع والله أنا مش شايف إن ده مقولة معامة يعني فيه علاقات كتير جدا فنانين ومتجاوزين وعايشين بقالهم سنين ويام هل حب البلاتوهات يتحول إلى زواج؟ أحيانا يعني هل بينجح؟ أحيانا وطب ممكن ينجح جدا لأن فيه تجارب نكحة طالما فيه تجارب نكحة ما قدرش أعمم إن كل جواز الفنين بيبوز تفتكري أي بنت نفسها تبقى ممثلة تفتكر إيه اللي مفروض تعمله؟ يعني أنت مثلا أنت مدخلتيش معاحد لا أنا الصدفة 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 بحتة لك يا ميرفت اللي يشوفك في في زوجة الرجل المهم لا يمكن يتخيل كنت اتمرنت شوية لا يمكن يتخيل أن دي الصدفة جربت في الناس زوجة الرجل المهم لما حدثت جنازة عبد الحليم الحفظ أنت تيبس الحزن في عينيكي إن صح التعبير وتلجمتي يعني ما بقيتش قادرة لا تنطقي ولا تقولي حرف ولا كلمة وهو شكل آخر من الحزن الممثلة يعني أعتقد أن محمد خان قدر يطلع منك أقصى ما يمكن من الحزن ما أنا دايما بقول ده من أصعب الأدوار اللي جات لي زوجة الرجل المهمة زوجة الرجل المهمة كان كله عبارة عن ريأكشنات صحيح بالنسبة للست فكان صعب حتى في الفرح في الحزن في الانكسارة وفي كل حاجة مرفة أمين أبرز دور لها إيه في رأيك أنا بحب لها زوجة رجل مهمة جدا إيه الماستر سين بتاعها المشهد اللي وفاة عبد الحليم وعلاقتها بعد ما خلص وقعد في البيت حالة خاصة جدا وأعتقد محمد خان تفوق بشكل فظيح جدا في هذا الفرح أنا بحب زكي من قربك الشخص دي فنن فنن مفيش زيه مفيش زيه يعني كان بيعيش جوه جوه الشخصية سواء كانت زابط بقى بواب أي حاجة زي ما أنت قلت بالظبط إنك من لما بتصدق حد ده قمة جوه قوي جوه الشخصية يعني شوف هو بيعمل الزبط أمن دولة السادات أو السادات مثلا وصورنا إحنا عدنا عشرة يام في بيت السادات أنت كنت إيه واخد دور سيدة جيهان جيهان أه عدنا عشرة يام هناك الناس اللي كانوا بيشتغلوا في البيت بيوصولوا حاسين إنه رجع يعني مش م بقوش مصدقين لأنه كان في الحركات في كل حق وبعدين ده بيكمل حتى بعد المشهد ما بيخلص يعني هو طول فترة العمل هو عايش جوه الحكاية أيها السادة الحق هو حد شكلك كفك يوم الأيام لا حد شكلك في انجل أهوتك المقلوب على رقيق عبد الحليم لا لا أبدا ولا بتحب الحاجات دي بتقري باب الأبراج في الصحف أحياناً نبص في كده يعني بس كده علاقتك إيه بالرياضة يا ميرفت بالرياضة عندي في قط النوم في تريد ميل أحياناً بستخدمها وأحياناً بتتحول لشماعة شماعة تدون رميت عليها لحاجات أحياناً وساعات بقى أشيل ودمن عليها بتقول كم قد إيه بتلعاب رياضة الصبح مش الصبح أنا في أي وقت يعني أنا زبطها على على اتجاه التلفزيون عشان ما زهقش لأنها عملية منتقعة في القطب ماشي كده دي بتبقى عملية بتزهق قوي فهي بفتح مزيكا أفتح قبل الحليم أفتح برنامج في التلفزيون عشان أقدر مثلاً نص ساعة نص ساعة كتيري كبيري نص ساعة علاقتك إيه بالشوكولاتة؟ علاقة جيدة جيدة؟ نحنا صحاب قوي طب ومال ليه ما بيصدكيش سمنة بتحفظ الثاني ما أنا ما بقرب لهاش ألا؟ بس اعنا علاقة جيدة يعني أه يعني هي علاقة جيدة؟ أه وساعات أقولي نفسي دايماً يقولك الشوكولاتية ممكن ترفع مودك المعنوي فأنا بأخد واحدة بس أرفع عمودي المعنوياتك أه إيه إمتى معنوياتك بتنخفض؟ إمتى بتنخفض؟ أه لما قلتي بترفعي معنوياتك أعتقد أنها بتنخفض في الشتاء دايماً أنا ما بحبش البرد أه هل الشتاء بيجيبلك الشكل من أشكال الكئابة؟ أه ما بحبوش ما بحبش ساعة أم